من ناحية أخرى أكدت مايا مرسي أن الإرادة السياسية القوية للرئيس سيسي هي كلمة السر وراء التقدم المحرص في ملف تمكين المرأة جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وبحضور السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر في اجتماع مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين هذا وقد أكدت مايا مرسي أن مصر تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك وفقا لأحكام الدستور كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها